غارة اسرائيلية تستهدف محيط منطقة رأس النبع في بيروت في ثالث قصف لأحياء في قلب العاصمة اللبنانية منذ بدء الحرب بين اسرائيل وحزب الله الهدف هذه المرة وفيق صفا يلعب القيادي دورا محوريا في إدارة مخازن الأسلحة والمتفجرات التابعة لحزب الله يشير موقع الخزانة الأمريكية إلى أن الصفا كان يستغل الموانئ والمعابر الحدودية اللبنانية لتسهيل تنقل عناصر حزب الله كما ذكرت صحيفة واي نيت الإسرائيلية أن الصفا بالتعاون مع محمد رعد كان يعمل على تأمين الجنسية الأجنبية لأكثر من مئة عنصر من حزب الله تمهيدا لإرسالهم في مهام طويلة إلى دول غربية وعربية ولد وفيق صفا في عام 1960 في بلدة زبدين قرب مدينة النبطية وقد عرف بكونه أحد الشخصيات البارزة في هيكلية حزب الله حيث يمتلك شبكة واسعة من العلاقات والنفوذ داخل لبنان وخارجة فيما يتعلق بالعقوبات الأمريكية المفروضة عليه يعتبر صفا مسؤولا عن تهريب شحنات من المخدرات والأسلحة وتظهر سجلاته أنه كان جزءا باللجنة مفاوضات في عام 2000 أثناء اختطاف ثلاثة جنود الإسرائيليين والتي أدت إلى صفقة تبادل في 2004 كما شارك في المفاوضات المتعلقة بإعادة جنديين إسرائيليين خطفهما حزب الله قبيل حرب لبنان الثانية في 2006 حيث أخفى مقتلهما حتى تم إعادتهما كجثتين في 2008 علاوة على ذلك تمت الإشارة إلى علاقات صفا الوثيقة مع مديري قسم الجمارك في مطار بيروت ووفقا لمصادر من داخل المطار كان يتردد صفا كثيرا على القسم ويعمل مع قوات الأمن اللبنانية من خلال رئاسته لوحدة الاتصال والتنسيق في الحزب مما يعزز نفوذه